اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الاولى من دورة برمجة المواقع العليكترونية في هذه المحاضرة راح نشرح مقدمة عن هذه الدورة ورح نوضح بعض الامور المبهمة اللي ممكن راح تساعدكم خلال هذه الدورة اولا لماذا انا تعلم البرمجة طيب ممكن احد يسأل انه انا شنو الغاية من تعلمي البرمجة شنو الغاية من دخولي لهذه الدورة وما الفائدة اللي ممكن راح اجنيها عندما انتهي من هذه الدورة طبعا البرمجة في الوقت الحالي هي لغة العصر واغلب المحاور في حياتنا اليومية حاليا تعتمد على البرمجة اذا لاحظ انه الحوكمة الالكترونية الحكومة اصبحت الالكترونيا من خلال مواقع ويب سايت لاحظوا التطبيقات اللي يدير حياتنا من خلال التواصل الاجتماعي من خلال التسوق تبنى من خلال البرمجة ايضا الدراسة اصبحت عن طريق البرمجة والكثير الكثير من المحاورة الهامة اللي ممكن نستفاد من عدها ايضا ممكن نستفاد من محور البرمجة من خلال العمل يعني ممكن نعمل في شركة معينة او ممكن نعمل فريلانسر عن طريق الانترنت ممكن نعمل خدمات الالكترونية خاصة بالبرمجة عن طريق مواقع الانترنت أو المتاجر الخاصة بالفريلانسر أيضا البرمجة هي أساس للتعلم يعني عندما أتعلم البرمجة وأتقنها راح تكون عندي مخيلة وقدرة استيعابية قوية جدا لكي أستوعب بقية البرامج يعني عندما أضبط البرمجة كلش سهل أتعلم فوتوشوب كلش سهل أتعلم مثلا بريميار وهكذا فالبرمجة هي أساس تعلم برامج الحاسوب بنفس الوقت البرمجة راح تعطينا قوة لتنشيط العقل هل يجب أن أكون حاصل على شهادة لكي أستطيع تعلم البرمجة طبعا أبين أنه لابد أن أتعلم البرمجة يجب أن نمتلك القدرة على الكتابة والقراءة فقط واستخدام أساسيات الحاسوب لا ينبغي الحصول على الشهادة سواء باكالوريوس أو دبلوم أو ماجستير أو إلا أكون واني مهندس مهندس حاسبات أو علوم حاسبات أبدا مجرد أنه أستطيع استخدام الحاسوب وأعرف أقرأ وأكتب وبالتالي هالأمور كافية جدا لأن أتعلم البرمجة وطبعا الكثير من الأخوة والأخوات لا يمتلكون شهادة فقط يعني يمتلكون شهادة الابتدائية فقط ودخلوا معي دورات برمجة سابقا وقدروا يتفوقون وأصبحوا من الأوائل وطبعا هم خير دليل على أنه لا يحتاج إلى شهادة ما الفرق بين الدورات المقدمة في منصة عالم بها الاحترافي والدورات المنشورة في اليوتيوب طبعا الدورات المقدمة في المنصة أيضا هي منشورة باليوتيوب ولكن تفرق عن الدورات الأخرى المنشورة باليوتيوب هي نظام الواجبات المجدولة طبعا الدورات المنشورة باليوتيوب مجرد أنه صاحبها نشر الدورة وخلاص إذا أنا أحتاج سؤال إذا أحتاج متابعة أحتاج استفسار معين من الصعب جدا التواصل مع صاحب الدورة أما الدورات المقدمة في المنصة بنهاية كل محاضرة هناك واجب أو واجبين بإمكانك أن تعمل هذا الواجب وطبعا بإمكاني أن أشاهد الواجبات اللي أنت عملتهم وبالتالي راح نقيم العمل وإذا تحتاج سؤال أو مساعدة بإمكاننا أن نتواصل من خلال الجروب أو التليجرام وبالتالي راح تكون الدورة تفاعلية ومشابهة تماما لنظام القاعات الدراسية أيضا أن الدورات اللي نقدمها عند إتمامك للواجبات راح تحصل على شهادة وهذه الشهادة مترجمة باللغة الإنجليزية ممكن تستفاد من هذه الشهادة كسيبي طبعا هذه الشهادة هي إثبات قوي لتعلمك للبرمجة وطبعا القليل جدا من الدورات اللي على اليوتيوب اللي يتقدم شهادة ما الذي سنتعلمه خلال هذه الدورة؟ طبعا راح نتعلم على أربعة محاور مهمة المحور الأول اللي هو لغة HTML المحور الثاني اللي هو CSS طبعا اللغة التصميمية CSS والمحور الثالث اللي هو لغة إدارة المحتوى PHP وإذن راح نتعلم برمج موقع الإلكتروني هذا الموقع ممكن أنه نطوره ونحوله إلى موقع تفاعلي من خلال MySQL لاحقا هل هذه المفردات كافية لتعلم برمجة الموقع الإلكتروني؟ طبعا لا هناك مفردات أخرى ممكن أن نتعلمها لاحقا بعد هذه الدورة إن شاء الله وطبعا إذا كملنا هذه الدورة راح ننوه في المحاضرة الأخيرة راح ننوه إلى كيفية تعلم بقية اللغات اللي يتأهلنا أن نعمل موقع الإلكتروني متكامل وطبعا هذه اللغات هي العمودة الفقري لبرمجة أي موقع الإلكتروني وطبعا هي مهمة جدا وإذا استطعنا أن نتقن هذه اللغات أصبحت برمجة المواقع سهلة وبسيطة جدا الـ HTML هي لغة توصيفية في مبرمجين يسمون هذه اللغة لغة برمجة وفي مبرمجين يسموها لغة توصيفية وطبعا التسمية متنازعة عليها ولكن التسمية غير ضرورية برأي أهم شيء هو فائدة هذه اللغة وعمل وتوظيف هذه اللغة في إنشاء الموقع الإلكتروني طبعا فائدة هذه اللغة هي هيكلة الموقع هيكلة الموقع يعني إضافة النصوص والصور والأشكال والروابط وحقول الإدخال الـ input إلى واجهة الموقع يعني فقط أنه نضيف هذه الأجزاء ولكن في العادة أنه هذه اللغة تضيف هذه الأجزاء الأساسية لإنشاء الموقع بشكل عشوائي يعني غير منظم وغير مرتب حتى وإن استخدمنا bootstrap فتبقى بعض الأمور عشوائية وغير مرتبة فلابد أن نمر على CSS حتى ننظم هذه العناصر element طبعا مثل ما تلاحظون عدنا هنا الصورة عدنا شكل نصوص تم إضافتها بشكل مبعثر وحن أعطيكم مثال مشابه لعمل لغة الـ HTML مثلا لو إحنا ردنا نبني بيت فلابد بالبداية أنه نصنع الهيكل أو الأساس الهيكل اللي هو الكونكريتي الخاص بالبيت ومن ثم نضع الطابوق أو البلوكات الخاصة بالجدران فالـ HTML هي تضع لنا الهيكل الخاص بالبيت فقط ولكن شكل الطابوق وشكل الهيكل يعني يكون بسيط ومجرد من الإكساءات والألوان والأصباغ يعني فقط هي أضافت أن هذه الأجزاء اللي هي الصور والنصوص بشكل عشوائي بدون تنسيق وبدون ترتيب أما لغة CSS طبعا هي لغة تنسيقية قريبة من الـ HTML وفائدة هذه اللغة هي تنسيق وترتيب العناصر التي تم إضافتها عن طريق الـ HTML يعني ناخذ مثال عندنا هذه الأشكال والنصوص تم إضافتها بشكل مبعثر فلابد أن نرتبها وننسيقها من خلال الـ CSS نلاحظ أنه CSS كيف راح ترتب هذه العناصر وتجمعها في مجموعات منظمة تسمى Division مثل ما نلاحظ أنه تم ترتيب العناصر وأصبحت منظمة بشكل جيد ويسهل مشاهدتها وكذلك يسهل الرؤية والنظر للموقع الأليكتروني طبعا نرجع إلى مثالنا اللي هو مثال البيت الـ CSS هي عبارة عن الإكساءات الجص والبورق والأصباغ كذلك أنه الديكورات اللي ممكن نعملها بداخل البيت النقوش المغربية يعني بدونها لا يمكن التمتع بالنظر إلى الجدران الخاصة بالمنزل فهي تعطينا الواجهة الجميلة والمناظر الرائعة للمنزل وإيضا لا يمكن أن نضع الإكساءات وعمليات الطلاء بدون هيكلة فالهيكلة هي الـ HTML والتنسيقات والترتيبات والتنظيمات من فئة الـ CSS أما فيما يخص لغة الـ PHP وهي العنصر الأساس والمحور الرئيسي اللي من خلالها رح نقدر نبني الموقع الأليكتروني أو نقدر نتفاعل مع الموقع الأليكتروني من خلالها لو نريد أن نمثل لغة الـ PHP على المنزل فهي البشر أو الإنسان الذي يسكن المنزل أي بدونها لا يمكن أن يكون للمنزل فائدة المنزل هو في خدمة البشر فلغة الـ HTML و CSS ستكون هي منظمة ومتفاعلة مع الـ PHP ومن خلال لغة الـ PHP سيتم إضافة البيانات كالأخبار والمقالات والصور والأشكال ومن ثم رح تظهر في الموقع الأليكتروني على أساس تنسيقات الـ CSS وهيكلة الـ HTML طبعا خطوات بسيطة جدا وسهلة نقدر من خلالها ننشئ موقع الأليكتروني مع كل الأسف الكثير من الشروحات والأكاديميات يتم فيها شرح لغات البرمجة بشكل صعب ومعقد وطبعا هالشي يعني رح يزيد من الإحباط عند المتدرب وبالتالي يترك العمل أو يترك التعلم في مجال برمجة الموقع الأليكتروني إن شاء الله نعدكم بتقديم طريقة سهلة وسلسة جدا لإتقان وبرمجة المواقع الأليكترونية بطريقة تصل إلى جميع المستويات التدريبية نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر